لقطة محمد صلاح يمكن اللقطات دي كنا بنشوفها دايما قبل كده الصورة اللي هو ريال حضراتك ودلوقتي دايما كنا بنشوفها قبل كده مثلا ايه كنت تشوف طفل صغير مثلا مع رونالدو الظاهرة مع كريستانو رونالدو مع ليونيل ميسي مع لعيبة كتير جدا تشوف العيال اللي بتصوروا معاهم بيبصوا ليهم بنبهار شديد اول حاجة بسم الله ما شاء الله والله حلوه بالله الولد اللي وقف عصاها زي العسل ربنا يبارك فيها رب ما عافش اسبه ايه والله زي السكر بص بصيته لمحمد صلاح بص نظرته محمد صلاح هو انا بحلم يا جماعة اللي انا فيه ده حقيقي ولا ايه هو ده الموب جد ولا لحته جاب لنا واحد شبا بص 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 على فكرة جماعة الانبهار اللي هو فيه ده دي لقطة مش هتتمحي من زاكرته ومخيلته وشخصيته وعقله لغاية يعني الى ما شاء الله ان واحد يكون طفل بيحب الكورة ويبقى واقف الوقفة دي وشايف محمد صلاح كده اللقطة دي مش هتتشال من دماغه ده هيفضل يحلم بيها ويروح فرحان ويعود يعيش بيها زمن الزمن بالانبهار والحب والفرحة والسعادة اللي هو فيها ان هو شايف محمد صلاح من ارض الملعب ومتصور معاه وشايفه وبيتكلم معاه وقدامه وبينه وبينه مفيش يعني يا واقف في حضن محمد صلاح اللقطة دي بالنسبة لأي حد بيحب الكورة وانا يعني اي حد بيحس بالقصة دي لو كان صغير وبيحب الكورة وانا اي حطت جنب الكورة في السرير وبيحطت اللبس بتاع الكورة في حضنه وبتاعه فتخال بقى في السن ده انت قدام محمد صلاح انتم متخالين يا جماعة اللقطة دي ممكن تغير من حياة الطفل الصغار ده ازاي وتخليه في منتهى السعادة وفخر كبير قوي ان احنا عندنا نجم واسطورة واعجاز على ارض الملعب الاوروبية والعالمية مش بس الملعب المصرية ومحمد صلاح اللي بنفخر بيه واللي على فكرة بهدفه النهاردة وصل ل57 لقاء وخلي بالك صلاح من العميد لان العميد 68 لقاء فهو 68 قصدي هدف محمد صلاح لو قلت لقاء محمد صلاح بقى جول النهاردة بقى عنده 57 هدف كابتن حسام حسن عنده 68 هدف فرق 11 هدف فخلي بالك ابو صلاح لان كابتن حسام حسن عادي ممكن ليه واخدك نص مثلا واخدك مقص عام عليك تاكلينج مايلعبكش عشان ما تجيبش ال11 رجول اللي بقى ايه لك دول طبعا لاحب بيهرج كابتن حسام يعني هو اكتر حد ممكن يكون عايز محمد صلاح يجيب ال11 رجول اللي بقين له عشان يبقى متصدر لزعامة هدف منتخب مصر عبر التاريخ بس مش يبقى عايزه اوي يعني كابتن حسام برضو لا يعني هو عنده الغل حميد بتاع الكورة ان انا نجم مصر الاول وانا هدف مصر الاول محدش يجيب الرقم ده فخلي بالك ابو صلاح خلي بالك عشان انت ما تضمنش كابتن حسام ممكن يعمل ايه فترة اللي جاي وشوفنا النهاردة محمد صلاح ما شاء الله تقلق وقدر ان هو يجيب الجول التاني لمنتخبنا وزي ما قلت لحضراتك ووصل الهدف رقم سبعة وخمسين في صدارة هدف منتخب مصر عبر التاريخ